لازم ادي للعيب حقه لان الكهربا اكتهد وشتغل على نفسه كويس شتغل برا انا عارف انه بيشتغل كويس جدا على نفسه كل حاجة لكن الكهربا عايز اقول لي كل احصائيات معلش يعني الاهل جاب لعيبة تانية كتير بملايين ما قدروش انهم يحققوا الاحصائيات بتاع الكهربا وارقامه لقد تماماتشاط من اول لما رجع جاب اربعة جوال عمل تلاتة اسست وصنع في خمس فرص سدت 11 تسديدة منهم 10 على المرمى يعبصوا الاكرسي او الدقة سدت 11 تسديدة منهم 10 بيتات خشبات ده للاهلي ومعظم مهاجمين للاهلي بيفتقدوه استخلاص الكرة 19 مرة بيشتغل كويس جدا لما بيخسل الكرة تحرك في مساحات العيبة عنده شخصية كهربا النهار ده خد احسن العيب في المباراة كهربا فتاني بأكد ان الكهربا اهم العيب في الخط الهجومي للأهلي عيب قلتلكم الكلام ده من 6 شهور وبأكد لكم الكلام ده مرة مرة تانيا برافو كهربا وهارد لك للنادي الأهلي اخسارت نقطتين وفيه حاجات كتيرة فنية لازم تتراجع يعني كولر تكلم على ان هو هيقعد ويراجع المباراة طبعا شغله ان هو بيحلل بيحلل المباريات بيحلل المباراة وبيشتغل وتكلم على ضيق الوقت وضغط المباراة ده يعني كل المدربين معرضين للكلام ده المفروض ان الاهلي والزمالك وبيرامدس بالذات عندهم سكواد ان هو يسمح للمدرب ان هو يحط ضغوط على اللعيبة ان اللي مش هينفز لشغلي بحزفيره مش هيعدي خط الجير مش هيلعب في فلاق تانية ما عندهاش اللاكجوري دي او ما عندهاش الرفاهية ان انت تعمل كده مع اللعيبة ودي خلي بالكم مشكلة بتواجه المدربين كتير في الدوري